أفدى مختصون بالشأن القروني والدستوري بأن قرار البحكمة الاتحادية يعتبر ديباج لفقرات بالدستور العراقي وتساءل ما علاقة المحكمة بإخلاء مواقع عسكرية ومصلحة المشتكي وصف العاص بإيقاف قرار لرئيس مجلس الوزراء مشددين على أنه من المفترض رد الدعوة لعدم توفر المصلحة والاختصاص وأشاروا إلى أن قرارها لا يستند على شيء وليس له علاقة بالقانون واصفين نصه بالعبارات الإنشائية وخلصوا إلى أن القرار ليس له أي أسباب قانونية ولا معنى له كون المحكمة غير مختصة بقضايا الأمن وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات المثبت بالدستور